اشتركوا في القناة في الجزائر العاصمة وليس في وهران وكانت المخابرات الجزائرية حجزت سبع قناطير من الكوكايين في عشرة حاوية مخصصة للحوم مستوردة من البرازيل وقادمة من مدينة أليكونت الإسبانية على متن باخرة تحمل العالم الليبيري ويقدر أقول ثمن الكوكايين المحجوز عشرة آلاف مليار سنتيم وهي أكبر كمية يتم حدزها في الجزائر منذ الاستقلال وكان وكيل الجمهورية لمحكمة وهران أصدر أمرا بتوسيع الاقتصاص والتحقيق في العاصمة على أساس أن المشتبة فيهم الأربعة يقيمون فيها سنوافقكم بمزيد من التفاصيل في نشارات قادمة